على جانب آخر توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 14 طن سلع مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 66 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح